مرض سيدنا أيوب ها سيدنا أيوب هو فعلا مرض سيدنا هو ده اللي هو يعني 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 مرض كلنا بنضرب المثل بالصبر في سيدنا أيوب المرض ده كان اسمه ADH درماطايتس هيربيتي فورد يعني دي نوع من الأمراض الفقاعية اللي بتحصل في منطقة المقعدة ومنطقة أسفل العمود الفقري وممكن تيجي في الإيدين وتيجي في الرجلين عبارة عن حبوب فيها مياه تحت الجل فيها هرش مبرح دردت إن الواحد يقعد من الهرش يقطع في جسمه لوقت ما يجيب دم ولا يسترح إلا إذا فرتك المكان دوت ونزل منه دم بيحس بنوع من روحة نفسية بقى ما يبتدي إيه الدم ينزل منه قعد سيدنا أيوب يهرش في جسمه كده لوقت ما جسمه اتنحل زي ما نقول 18 سنة دورة بالصبر أيوب آه سيدنا أيوب في الصبر هذا المرض لإن بعض الناس لما بيأكل مادة الأمح مادة اسمها الجولوتين في الأمح اللي هو الفلاش بتاعنا يهيج جدا المرض عنه المرض ده يهيج جدا دردت إنه قدرش يسيطر عليه فمن ضمن أساتي العلاج اللي إحنا بنديها مع الأدوية الجلدية لازم نقوله امنع أي حاجة فيها أمح تمام